الجميع بيتحدث عنها زيارة مختلفة أوجه الاختلاف من وجهة نظرك ليه مختلفة؟ خليني أوسع اللقطة شوية أقولك كده في الفترة الأخيرة الرئيس عمل عدة جولات كنا موجودين فيها الصين، نيويورك، موسكو فهنا الدولة المصرية بتظهر على العالم كله بشكل مختلف بتسترد مكانتها داخليا عربيا محليا إقليميا زيارة موسكو بتتوج الجولات المهمة جدا اللي اتعملت جولة في الصين وقعت فيها اتفاقيات وكان بمناسبة كمان اللي مصر هتلقى الاتحاد الافريقي 2019 موسكو اللقاء اللي كان مهم جدا ما بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب ونقش فيه القضية الفلسطينية ونقش الوضع الداخلي والرئيس شرح للرئيس الأمريكي المشروعات الكبيرة اللي في مصر والفرص الاستثمارية العظيمة والرئيس ترامب قاعد يستمع ويعني قال له جملة كده كويسة جدا قال له يعني انا انقل لك التحية تحية امريكا لان مصر بتقود حرب ضد الارهاب نيابة عن العالم الزيارة اللي هارضا بتتوج روسيا صديق وحليف من زمان وقفت معنا في معارك وازمات كبيرة علاقة تاريخية ممتدة وطبعا الاتفاقات اللي تم توقعها والزيارة نفسها احتفاق كبير جدا جدا يعني بيشبهنا بزيارة الرئيس عبدالناصر لموسكو سنة 68 مجيل العلاج نفس الاحتفاء ونفس المقابلات الكلمة بتاعت رئيسة الجامعية الفيدرالية حتى ونحن وقفين معها قبل لقاء الرئيس قال الضفخر لنا ان الرئيس عفا التحسيسي يجي يلقي كلمة احنا شعارين بالفرح شعارين بالسعادة فلذلك لم يقتصر الاجتماع على اعضاء الجامعية بس اتجابت يعني مسقفين وجابت علماء وجابت صفراء سابقين يعني وارادت ان الناس دي كلها تستمع للرؤية اللي بيطرحها الرئيس عفا التحسيسي الرئيس في الكلمة بتاعته طبعا كانت كلمة شاملة وقدم رؤية مصر سواء في الاوضاع الداخلية سواء في واضحة الارهاب سواء في الاوضاع منطقة الشرق الاوسط فهنا انا شاف ان الدولة المصرية الحقيقة في الفترة الاخيرة الاربع سيني الاخيرة استردت مكانتها وبعد دولة لها شامل